رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة واحد يقول لك هاي قال لك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كمان وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حقيقة في مباحثتي مع عالم فاضل قال لي وين يا شيخنا الله قال قائمة يتلون آيات الله قلت لك ما المشكلة عتيته بخمس أو ست آيات من كتاب الله تسمي التورا والإنجيل آيات وكلكم تتحفظون ولا تشتروا بآياتي ثمنا التوراة آيات والإنجيل آيات في ناس هكذا لأنه خلص المخ مرتب أنه هذا بس إلنا فإيه الله قال آيات عن القرآن لا وآيات الإنجيل وآيات التوراة وآيات القرآن كله آيات طب الصلاة والزكاة طبعا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبعدين موسى يأمر إيه الله يحيره يوحي إيه لموسى وهارون أن يتخذ إيه ويجعل إيه بيوتهم قبلة وأقيموا الصلاة قال اجعلوا بيوتكم في مصر قبلة وأقيموا فيها الصلاة كان يصلون مشتر صلاتك هذه بركوع السجود هذه أكمل وأشرف الصلوات لكن صلاة أيضا وسمىها الله في شرعه السابق صلاة كن متواضعين اقرأوا قرائي كامل كما قلت كصفحة واحدة مش تخذ أي من هنا وتترك هذا وتحكم الذي تريد نرجع لما كنا فيه إذن آية البينة لم يكن الذين كفروا من أهل هذه المن ضدا على ما ذهب إليه جماهرة المفسرين قالوا هذه بيانية غير صحيح الصحيح ما ذهب إليه الإمام أبو منصور المتوريدي في تأويلات القرآن قال هذه من تبعيضية واستحسنه الألوسي ودعمه وإحنا نصير في أثرهما ليش طيب؟ الأدلة كثيرة لأنه ثبت في إبان النزول قبل النزول وبعد النزول وإلى اليوم من أهل الكتاب أناس موحدون موحدون توحيدهم خالص بفضل الله عندك الموحدين من نصارى يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله مش أكثر من هيك الله واحد أحد عندهم ما هذا تفعل بهؤلاء النبي أشار إليهم مرة لما قال له يرقل في الكتاب الشهير وهو في الصحيح قال له فإن تولي لما قال له أسلم تسلم أسلم يؤتك الله وأجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب هيك الكتاب ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وعلى فكرة الله تبارك وتعالى هو الذي قال لنا ليس بعد الحق إلا الضلال ولا يمكن لله أن يجري مفاوضة حلاً وسطاً بين الحق وبين الضلال إلا أن يكون إلا أن يكون الذي أراد الله أن يجري مثل هذه ماذا أقول مثل هذا العرض معه أنه بإمكانه الرجوع إلى الحق إلى نصاب الحق المقبول منه والمدعو المدعو هو أن يرجع إليه ما هو تحقيق أصل الدين وهو التوحيد أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دول الله تعلموا الآية فإنت وإلا فقل تشهدوا بأن ألم يكن الله عز وجل قادراً أن يقول كلمة سواء وهي أن تدخلوا في شرعتي ومنهاجي وغير هيك غير مقبول لا 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 الله ما قال لك بالعكس هو قال في المائدة لكل جعلنا منكم شرعة موضوع الثاني ومنهاجة ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة ما بدون الله من حكمته أن يبقى كل أهل شرعة على شرعتهم لكن لا بد أن نجتمع على على أصل الدين الواحد إن هذه أمتكم أمة واحدة مطلوب من هذا إذن هذه الآية من الذين لم يكن لإن絆كفرهم أهل الكتاب المُشركين من للتبعيض لأن لو كانت للتبيين لم يكن الكفار وهم أهل الكتاب والمُشركون معناه كل الكتابين كفار ما نسألوا بالأريسيين ما نسألوا بالموحدين ما نسألوا بمن مدحهم القرآن وقال عليهم أمة مقتصدة وأمة طيبة وبه يعدلون ما نسأل؟ ما نسألوا بالحقائق على منهم موحدون ولا كفار ما نسألوا وتكون وقعت في مناقة طهد مع الواقع ومع القرآن نفسه لذلك الصحيح أنه من هنا كما قال المتريد للتبعيد وليست للبيان ويعين عليه حرف أبي استغرب لأن الإمام الأعمش قرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون هذه تقوي أن من أصبحت للتبعيد وليست للبيان واضح؟ هذا طيب وعلى قراءة الأربع عشرة الأربعة عشر عفوا على قراءة الأربعة عشر مش العشرة والمشركين قال الألوسي على أنهم بعض من المجموع أفاده بعض الجلة وهذا جواب حسن لمن يفهم النحو لكن على حرف أبي المسألة تصبح ميزانها أمتع وأرجح لأن قراءة الأعمش والمشركون توافق حرف أبي بن كعب والعجيب أنه في الصحيح في البخاري النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قالوا أبي بن كعب هذا المقر العظيم وهذا الصحابي الجليل يا أبي إن الله تبارك وتعالى أمرني أن تقرأ علي البينة أريد أن أسمحها منك قال له يا رسول الله وذكرت وفي رواية سماني لك قال نعم فبكى أبي لماذا بالذات صح الحديث أن الله أمر النبي أن يسمع البينة من أبي لأنه حرف أبي والمشركون كأنه بعطي قرينة واضحة أن من هنا للتبعيض مثل البيان لا إله إلا الله أمنت بالله على أن تأكيد أنها يجب أن تكون للتبعيض أدلة كثيرة في كتاب الله كما نقول أدلة كثيرة نرجع إلى ما كنا فيه نرجع إلى أيه ما كنا فيه إذن النبي صلوات ربي وتسليماته عليه لم يأمره الله ابتداء أن يقاتل كل يهودي ونصراني سواء جعل غاية الإسلام كما ظنوا كلام الآن الغزالي أن نقاتلهم من أجل الإسلام ليس صحيح هذا الكتاب لا أجل صحيح والذي ليس صحيح بقدر أكبر كمان أن الله لم يأمره أن يبدأهم بالقتال ما رأيك؟ ليس صحيح هذا بل إمامنا الشافعي في الأم قال مفيدا أنه لا يعلم خلافا في هذه المسألة لم يقع على أي إمام من من سبق أو من من عصره قال بعكس هذا ما هو؟ أن النبي وادع يهود المدينة على غير جزية تعرف لماذا؟ أصلا الجزية أن ذلك لم تكن قد شرعت ما كان في جسمه جزية والنبي أدخلهم في صحيفة المدينة وأن يهود بني عوف وأن يهود كذا كذا أمة مع المؤمنين من دون الناس وأنهم يتعاقلون وأنهم كذا إلى آخر لا كان في جزية ولم يقاتلهم ستقول لي قاتلهم بعد لماذا؟ على الدين قاتلهم لأنهم غدروا به وألبوا عليه صحيح؟ كل منهم يهود النظير يهود قينقاع يهود قرأيض والعيض بالله منهم فعلوا أشياء فضيعة طب حتقول لي الآية 29 من التوبة ما فسرنا لك إياها كنت لك هذه الآية تتحدث عن فريق كفر من أهل الكتاب وبدعوا بالعدوان فالنبي أمر بقتالهم وجُعلت غاية قتالهم الجزية اندخلوا الإسلام يا حيها أحسن وأحسن إخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا ولكن إن أبوا أن يدخلوا في الإسلام فنقبل منهم البقاء على ما هم عليه نظير دفع الجزية كسر لشوكتهم وأيضا ثمنا لحمايتنا لهم ما نحميهم؟ أن يبقوا على دينهم إلا هو من لكفرية يبدو قرآن قال كفروا ولا يحرمون ومع ذلك الله قال ما في مشكلة خذ الجزية وليبقوا على ما اختاروا بدك دين أوسح حرية فكرية وعقديمة هذا الدين أقسم بالله أبو حامد قال بالدنيا كلها رأس عاقي قال لك لا ما عنده أي دليل كلام هيك كلام إنشائي ما في أي دليل يا شيخنا ضد التفسير وضد الوقاع وضد ما حدث واضح وباتفاق الأمة باتفاق الأمة أهل الكتاب تقبل منهم الجزية ويتركون على ما هم عليه فمن أين لك يا حجتنا وحجة الإسلام قدس الله سرع الكريم أن النبي أمر بقتالهم وقتلهم لإدخالهم في دينهم من وين جبت هذه طبع عرف كيف مرارها هيك إيشي لا يكادوا صدق الفخر رزي كما قلت لكم كان أكثر محاذرة قال أمر أمر النبي بقتال وقتل بعض ليش لأنه التفت إلى آية تسع وشيم التوبة وكأنه فهم أنه هذول بعض هي الكتاب ولم يقاتلوا بعنوان كتابيتهم ولا حتى بعنوان أنهم لا يحرمون ولا يحرمون وأنهم كفروا لا إنما بعنوان بداءتهم بالعدوان أو بدايتهم المسلمين بالعدوان المنبأ عنها بإشارة إيش وهم صاغرون وأي صغار أصغر من أن تنكسر في المعركة وتضطر أن تستسلم لمن بدأته وعلى فكرة أنتم تعلمون أصلا قضية تبوك أو العسرة وليش النبي جيش هذا الجيش وليش كان ما كان لأن النصارى في بلاد الشام نفس الشيء استمدوا الروم رقب جيشا كبيرا وأربع قبائل نصرانية عربية جعلت تتجمع وتتظاهر لحرب النبي في المدينة الناس لم تسمع بهذا الشيء أنا ذكرته في القطبي هنا أيضا وذكرته في رسالتي وله إشارة في الصحيح في الصحيح البخاري لما تقرأ في البخاري حديث سيدنا عمر وعن قضية النبي طلق نسوانه ولا ظاهر من نسوانه والقصة الطويلة هذه المهم وفيها حين طرق الباب على عمر فعمر مباشرة أجاب الطارق هل حضرت غسان أجل غساسنا غساسنا نصار العرب في الشام حيجم على الروم وجيشوا جيشا من أربعين ألفا لدهم النبي وأصحابه في المدينة للقضاء على الإسلام هؤلاء كتابيون كفار كفروا بمحمد وبرسالته وكذبوا في نبوته مع أن نعته ووصفه مثبت في كتابهم أي كفر بعد هذا الكفر أي كفر أشنع من هذا الكفر وما أرادوا إلا إلا دهمه واشتثاثه هو إيه وأمته ودينه إيه التوحيد الخالص هذا هذا كفر هؤلاء نهم يؤمر النبي بقتالهم أهلا وسهلا لكن لا يؤمر إيه بكتابي متارك بكتابي متارك كاف مسالم لا لا يؤمر بقتالي واضح يا أخواني ترجمة نانسي قنقر